مساء الخير النهاردة هنعمل مع بعض البتية بالجبنة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمعلقتين سمنة بس مش محتاجين ان احنا نستخدم زبدة او اي مواد مكلفة هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهنعمل كمية كبيرة وهنحشي كمان بالجبنة ونروح نشوف المئدير عبارة عن ايه انا هعمل النهاردة كيلو من الدقيق معي هنا كيلو دقيق وطبعا المية على قد الدقيق يعني مش محتاجين مش مشترضين بكمية معينة الخميرة معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة كبيرة سكر معلقتين كبار من الزيت معلقة لبن بودرة او لبن مجفف يعني ممكن تقدر تستغنوا عنها ومعايه هنا المية زي ما قلتلكم مية دافية هنعجم بيها بس طبعا هنستخدم اكتر من الكباية دي انا اخدت حوالي 3 كبايات من المية كل نوع دقيق على حسب ما ياخد مية قد ايه انا هضيف هنا اول حاجة كباية المية وهضيف عليها الخميرة والسكر وكمان اللبن البودرة انا اضيفت هنا معلقة واحدة بس لبن بودرة ممكن تضيفه اكتر او ممكن ما اضيفوهاش خالص مش هحط بيض ولا اي حاجة هقلب المكونات دي بس كده مع بعضها وهحط عليها من نفس الكيلو الدقيق اللي انا هعجم بيه هحط منه 3 معالق كبار من الدقيق كده على الخميرة والسكر والمية وهقلب كده كويس قوي انا لسه محطتش الزيت هستنى الخليط ده هسيبه على جنب 10 دقيقة او ربع ساعة لحد ما يخمر ويبقى قوامه زي الفوم كده كده انا اختبرت الخميرة انها نجحة وكويسة وشغالة يعني معايا وفي نفس الوقت الخطوة دي اللي انا عملتها بتسرع عملية التخمير بتخلي العجين يختمر بسرعة ما ياخدش وقت في المرحلة دي هضيف باقي كمية الدقيق طبعا الدقيق ده انا حط عليه نص معلقة مالحة صغيرة على الدقيق وهقلب كده كويس وبعد كده هشوف هيحتاج قد ايه مية لسه برضو ما اضفتش الزيت هضيفه اخر حاجة انا بضيف الزيت بس علشان قلم بيه العجينة وتبقى طريع يعني انا مش بضيفه في العجينة نفسها بضيفه بعد ما بعجن خالص هبتدي كده اضيف المية بعجن بمية دافية مش سخنة ولا مية سقعة علشان متاخدش وقت في التخمير اشتركوا في القناة هخلص العجن بعد ما خلص والعجينة خلاص ما يبقاش فيه اي قصر دقيق هضيف الزيت دلوقتي وهلم بيه العجينة وهفضل اعجن كويس قوي لحد ما يديني عجينة نعمة هي كده خلاص مش محتاجة مية هفضل اعجن لحد ما تبقى العجينة دي نعمة قوي هحطها في الطبق كده اللي عجنت فيه وهسيبها براحتها لحد ما حجماه يضاف ممكن تاخد نص ساعة ممكن تاخد ساعة على حسب الجو عندك بشكلها اهو اخدت مني حوالي ساعة الا ربع هخرج الهواء اللي فيها الفقعات اللي تحت ديد ده معنا ان هي خمرة كويس قوي وتمام هاخدها نزلها على الرخامة الرخامة لازم تكون مدهونة برضو ندهنها سمنة او زيت الاشان العجين ما ينزقش فيها وهقطع بقى ده كيلو دقيق انا هقطعه على عشرين كورة علشان عايزة كل خمس كور لوحدهم يعني الكيلو ده بيتعمل على عشرين كورة برضو بقطع على الرخامة لازم تكون مدهونة بعد ما خلص تقطيع الكور دي كلها هدهنها كده في الوش على وشها كده برضو زيت علشان الوش ما ينشفش انا وبشتغل معي هنا معلقتين دول الفرد معلقتين سمنة ومعلقتين كبار او تلات معلق كبار من النشا النشا ما يكونش متضاف عليه اي حاجة هبتدي اخد اول كورة كده انا قطعتها وهفردها كده بيدي مش محتاجة اي نشابة افرد بيها يعني جيت فرد بكل سهولة باليد حطها كده على طبق وبالفرشة هاخد من السمنة دي السمنة دي تكون بدرجة حرارة المطبخ يعني ما تكونش ساعة قوي علشان نعرف نفرد بيها وما تكونش سايحة قوي برضو وهرش كده رشة نشا خفيفة السمك بتاع اللي انا فردتها مش ما بيكونش خفيف وما بيكونش برضو سميك يعني بيكون وسط كده هفرد واحدة تانية برضو بيدي مش بتاخد وقت خالص وهو حطها على الاولانية اللي انا فردتها وبردو هادهنها سمنة وهرش برضو عليها رشة نشا كده خفيفة كيلو الدقيق اللي انا عملته ده ما اخدش غير معلقتين السمنة دول بس وكمية النشا اللي انتو شايفينها دي طبعا اتبقى اكتر من وصها يعني ما اخدش كمية النشا دي كلها كده دول 3 طبقات هادهن برضو وهرش نشا برضو بين كل طبقة والتانية هادهن دهنت سمنة كده برضو وهرش رشة نشا اخر طبقة كده عشان يبقوا كده خمس طبقات انا قسمتهم عشرين كورة علشان هاخد كل خمسة هحطهم كده على بعض كده تمام بعد ما كملوا خمسة كده بقيوا خمس كور فردتهم على بعض هدخلهم الفريزر لحد ما خلص باقي الكمية دي وبعد ما خلص على طول هاجبها بعد ما خلصت كل الكمية جبت اول واحدة فردتها اللي هي دي اللي انتو شفتوها اللي عملت فردتها معاكم الرخامة تكون مدهونة برضو طلعتها كده من التلاجة او من الفريزر انا دخلتها علشان دخلتات الفريزر شوية لحد ما خلصت الفرد يعني حوالي خمس دقائق كده او عشر دقائق بالكتير قوي علشان السمنة اللي فيها تجمد واعرف هفردها كويس قوي ما تبقاش سايحة هاخدها كده على الرخامة تكون مدهونة برضو وهفردها كده واحاول ازبطها كده اخليها تاخد شكل مربع بعد ان فرتها كده هاطحها اه لو حابين تعملوا البتي حجم صغير ممكن تقطعوها طبعاً أصغر من كده أصغر من الحجم اللي أنا أطعاه يعني ممكن ما تقطعهاش ما تبقى شطويل قوي كده تقسموها تاني من النص أنا عملت الحجم ده اللي هو الحجم الكبير الحشو بقى ممكن تحشو جبنة رومي مبشورة جبنة تشيدر أو جبنة بيضة أو جبنة خزين أو أي جبنة أنتوا عايزين تحشوها أو جبنة مثلاً بالزتون أي جبنة أنتوا عايزين تحشوها حطوها نحطش بس كمية كبيرة قوي علشان ما تطلعش من برا ولما باجي أقفل بأقفل بالطريقة دي بضغط كده على الجنبين وبعد كده بلفها ولما باجي أحطها في الصينية بحطها على الجزء اللي أنا قفلت منه علشان ما تفتحش في الصينية مدهونة أو أي صاغة ندخلوا الفرن نرس كده البتيل اللي احنا عملناه وهضغط عليه كده بإيدي علشان ما تبقاش عليه قوي وهو الأخال اللي فيه مسافات بينهم في الصينية علشان لسه هيخمر تاني وحجمه هيتضاعف تاني يعني مملاش الصينية قوي علشان ما يلزقش في بعض وتبقى كل واحدة كده يطلع بشكلها وهفرد الباقي بنفس الطريقة وهقطعه زي ما وردتكو في الأولانية وهسيبهم يخمره تاني لحد تاني ما حجمهم يضاعف أو يعني ممكن يسيبهم ربع ساعة ما يسيبهم مش كتير قوي وبعد كده هنا هدهن الوش ده صفار بيضة وحطيت عليه لبن سائل وبعد كده هدهن الوش كده وحطيت كمان عليه معلقة أو رشة زيارة كده ملح وهدهن كده الوش علشان إحنا اللي عاملينه ده حدق يعني حشينه جبنة مش حشينه شوكولاتة ولا أي حاجة حلوة يعني حشينه حاجة ملحة فإحنا حطينا ملح في اللي هندهنه على الوش وهدهن كده بالراحة وهدخلهم الفرن ياخدوا لون من تحت ولو الفرن مش بتحمر من فوق نفتح الشواية وبعد ما يخرجوا من الفرن على طول هنغطيهم بفوطة نظيفة ونسيبهم لحد ما يبردوا وده هيبقى شكلهم علشان يديهم التراوي الحلوة دي اللي انتوا شايفينها دي الكمية كلها كيلو دي بيعمل كمية حلوة من البتي بيعمل كمية كبيرة يعني مش صغيرة هفتح لكوا واحدة علشان تشوفوا إزاي هو مورق من جوة وهش جدا وخفيف رغم إن احنا ما استخدمناش زبدة خالص واستخدمنا معلقتين بس من السمن يعني ما أخدناش كمية كبيرة ولا أي حاجة ده شكله من جوة هو التوريقة فيه باينة قوي يعني واضحة أكيد في الفيديو وطريقته سهلة جدا وطريقة الفرد سهلة جدا وبدي تفرد بالإيد أصلا مش بنحتاج نشابه في الأول خالص وحتى مش بياخد وقت لأن الكور اللي احنا مقطعينها بتبقى مرتاحة فمش بتاخد وقت خالص خالص في الفرد يعني هتستسهلوا جدا مش صعب خالص وجربوه إن شاء الله هيعجبكو جدا وبس كده الفيديو يكون خلص ولو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان اشتراك في القناة لو مش مش تركين واتتعالوا زر الجرس علشان يوصل لكو كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر